لا يجب أن نكرر المكرر ونجرب المجرب ونعاود المتعاود سبعين ألف مرة ونعطوا أمال كاذبة مما يزيد من الانكسار بتاع الشعب هذا إذا كان هذه العصابات لا تقبل لا تقبل باش يخرجوا عشرة موش عشرة اثنين خرج واحد من الأحزاب هذا كان رئيس حزب خدمهم ثلاثين سنة بتاع حمص هذا اللي يسموه مقري خرج قبل أشهر يبكي ويكتب في لي بوست رغم منعوني باش نخرج من الظاهرة نوزوجتي مخلونيش قالوا لي راك تقول هكذا دالوا له منع من الخروج منع من الخروج وكتب لي أحد الأفاضل أنا تكلمت عليه قلت له شفت ثلاثين سنة ونت تقدمون في الخدمات على الأقل من ثلاثين سنة انت وحزبك لكن حبيت الظاهر وأنا عندي قناعة أنه هو يامن بغزة ويامن في فلسطين وما يقوله هو وكثيرين في الجزائر مؤمنين بقضية فلسطين إلى آخره لكن قالوا له لا لما اكتبها في الفيسبوك داروا له منع من الخروج وهما عارفين باللي هو يخرج كثير فعارفين باللي سيختنق فعلا لما أنا ذكرت وتكلمت على هذا قالوا لي شكالهم قالوا هكتشوفوا حتى فلان راهوا راهوا استخدمها ضدي وباش كذا قالوا له أوكي نرفع لي كليستيان ولكن بالك تعاود تعاودش نحن نقول لك وش تدير آخر سرجان تعاود المخابرات الإرهابية يقول لك وش تدير ومرات حتى يهدروا معاما بالتليفون وما يقول لك حتى أنت شكوا رأناها في وزير الوزير سليماني هذاك اللي طردوه تعالإعلام يكلموا هذاك الشاب اللي رامضر كسلمته لهم ألمانيا وقال له أنا الجنرال فلان الوزير هذاك ما قدرش حتى يتأكد يقول لك كيفاش وانا هذا الجنرال مش سمع بيه وطاله أي اسم ومسح به الأرض ولا الوزير وموجود الفيديو والذي قال المساعد رأى عنده يبعثون أنا عاودوا نسمعه لكم وبالكرة امتبعتوه ولا الوزير يقول له إيه سأنتخذ القرارات وسأنتخذ سرجان تعاود مخابرات ومرات حتى أنفو مخابرات الشاب هذاك ما كانش في المخابرات يقدر يرعب وزير يقدر يرعب رئيس أما رؤوساء الأحزاب أنفو كابران يقدر يرعبهم إذن علاش نكذبوا على رواحنا إذا كان ما يسمحوا لكش أنك تدير مسيرة على غزة غزة يا أخي وما يقول فلسطين ظالمة أو مظلومة أو إحنا معاهم مش عاق ولو هما اللي كون يديروا مسيرة هما كون ما يديروا هاش هما إذا كان ما يسمحوا لكش بالظهور في قناة من قنواتهم هل هناك في برامجهم في قنواتهم أي برنامج مباشر ما عدا الأخبار لعدو كاتبين هالهم كانش ما الذي يرعبهم والقنوات قاع انتاحهم وصحفيين تاحهم وأذنبهم با لك تخرج كلمة با لك واحد يقول كلمة على المباشر ما تعجبهمش يا رجل رؤساء بلديات شبنا ذاك رئيس البلدية تعسبت قتلوه كان محامي وما كانش عجبهم وما كان يدير قتلوه طبعا لازم يغلفوها فيما بعد بأنها جريمة جات فيه كذا ومن يشعار في الأخير رئيس بلدية ما تفوتش تحب تولي تشارك في الرئاسيات إذا كانوا خرجوا الدبابات لبرلمان مع أن الشاد اللي كان قلهم يومها وما يحتاجوش خرجوا الدبابات هو البرلمان راهوا في دستور 89 يعطي الحق للرئيس أن يحل البرلمان في أي وقت قالوا له ولو ربحوا مرة لو كان عاود ندير انتخابات يجدير ربحوا مرة واحدة أخرى ولو يا إما تحل هذا البرلمان وتلغي الانتخابات يا إما تروح لدارك وتغلق فمك وظل الشاد اللي راح لداره واغلق فمه طول عمره جاتوا بمرة مجلة يابانية دار معاها وبدأ يقول شوية كلام دارهم الرعب الرعب داروه لهم نحاول الحراسة خوف ولاده خوف مرته مع أنه ما قالش أشياء كثيرة يعني أشياء بسيطة هذا البرلمان ولذلك وكما خرش 22 فبرايم 22 فبرايم 2019 كان قايد صالح يتكلم على العرس الانتخابي العرس وتستطيع الناس أن ترجع للجرائد أنت جونفي وأنت فيفري وحتى بعد الحراكة ثلاث أسباع الأولى قال لك هؤلاء مخربين ومهرجين وانيش عارفوا أيادي خارجية والانتخابات ستكون لكن لما الشعب قال له ما كانت انتخابات صح الشعب خرج دارك لو كان يخرج الشعب اه لو كان واحد يجي يقول لي والله يشوف مثلا مثلا يخرج الحراك الآن وفي الحراك يكون هناك قرار قال والله نشاركه في الانتخابات لأننا بالمئات الآلاف أو بالملايين نخرج ونستطيع أن نفرض نفسنا ونستطيع أن نراقب السنظيم هذا ممكن في حالة وجود حراك قوي كما كان أما خارج ذلك لا يقبلون وحتى في حال الحراكة حتى لو افترضنا يخرج الحراك ويكون عنده مرشح ويحرص السناديق ما هو المصريين المصريين مش خرجوا وطاحوا بمبارك والجنرالات من الخلف قبله يدير انتخابات وفاز بها مرشي ألم يتم ذلك؟ تم ما الذي حدث من بعد؟ ما الذي حدث؟ مرشي أين هو الآن؟ في القبر في أقل من سنة داروا له كل ما يمكن من مؤامرات وحركوا له كل كتابهم وصحفيهم وضباطهم بش يخربوا علىه لأن اللي يدير نصف ثورة يحفر قبره ومعت الإخوان تاع مصر حفروا قبورهم وهو لحقوا جمعت الإخوان تاع تونس الغنوشي حكموا لي ثلاث سنوات البارح أولو البارح ورام حاكمين على العشرات سواء من حزب الغنوشي أو من أحزاب أخرى أو من كل من فيه رحة تغيير إذن يقدر يقول لي إنسان ما لوش نديروا باش نبدلوا هؤلاء يجب أن نتعلم من التجربة المصرية ونتعلم من التجربة السورية التجربة السورية مثلاً ما نروحوش للعنف تحت أي ضرف إن كان والتجربة المصرية ما نشاركوش عندما نسقط رأس العصابة ما نخلوش رؤوس أخرى تخرج وإسمها يتنحى وقع أي أن تكون هناك ثورة حقيقية شعبية تنهي حكم العسكر مش تشارك معاه ومن بعد يعود يطح عليها في أفضل حالات كم مسرة في مصر ومرات ما يخليك حتى توصل كم مسرة في مصر أي حديث على هذه الانتخابات المشاركة فيها يتراوح صاحبها بين الدروشة وبين الطمع بين الدروشة إذا حسننا فيه الظن والطيبة التي تزيد عن كل حدود فتنقلب إلى ضدها ويصبح درويش بالمعنى الناس التي تمسخر به وما بين الطامعين اللي كاش ما يرمع لهم فتات على أساس أنهم يدينوا شوي تهريج على موضوع الانتخابات الوزاح النون جاة من الآخر 35 سنة وهي ترأس الحزب الحزيب وتقول ستأخذ معركة وهي عارفة باللي رمجانولها بل نعطوك ثلاثة في المئة أنا رح نعطوك ثلاثة في المئة هذا في أحسن حالات هذا إلا ما هبتو هلاش من بعد بالصحية هذا هو دور السرك تهريج تعرفوا باللي في الأفلام كان ممثلين رئيسيين وكان ممثلين أقل وكان ممثلين واحد أقل وكان الفيقيران وكان الكمبارس إلى آخره فهما عندهم هذا عندهم ممثل واحد رئيسي والبقية أدوار صغيرة جدا هكذا ليس حتى كما هذه المسرحية اللي يكون فيها ممثل رئيسي ومعاها شوية ممثلين من درجة ثانية لا ما كاش درجة ثانية ولا ثالثة كان أراني أو فئران جرذان يديرهم شوية تهريش فما لازمش نكتبوها الناس وما لازمش نعطون طيباء خاطئ وما لازمش تكلموا على أشياء مش فيديك إذا ما يسمح لكش باش تظهر في تلفزيوناته ما يسمح لكش باش تختار رئيس البلدية بحق ما وش لنا الديارة سجيب لك ثلاثة وقل لك خير واحد منهم هذا وقع أنت وحد ويعطوك تخير واحد منهم لا لا رقصة بلدية بحق بلدية الجزائرية معمرها في كل بلدية كاي الناس على مستوى على علم على ثقافة على خلق على النزاهة لكن هذوك ما يخلون شي يفوتوا يجيبون اللي عندهم الملفات اللي عندهم اللي عندهم الكاسرول كما تدقال هذوك اللي يجروا معهم هذوك يقول لك خير واحد منهم تخير موسى الحاج والحاج موسى والعيسى الحاج والحاج عيسى يتساوغوا وحتى في هذوك من حين اللي آخر واحد يقول لي صح يحب يكون رئيس بلدية يقلبولو يدلو تصحيحية رأي كايين وحد مئتين بلدية ولو مئتين وخمسين بلدية رم في التصحيحيات وأطاحوا برئيس البلدية وكايين مرضت سجنوه ظلما وعدوانا على لأنه حب يقول لهم يا والدي شوية ما نسترقوش بزاف يرحم والديكم يا جمعة الدياراس ما تفرضوش علينا التاع الشركة الفلانية والشركة الفلانية شوية راهي البلاد خربت يقولوا له واش حبي تلعبها انتا احنا ليجبناك طبق يعاود يعترض مرة ولا يدروا له ملف ويرموه في الحبس وكايين يهربوا قبل فترة اتصل بي واحد من لها هرب لأنه قال يكون قاعد يذبحوني فأنا برك باش نعاود نذكر بعض الناس اللي ربما هما ناس طيبين باش ما ينشوش الوهم ما يبيعوش الوهم ما يبيعوش الحوت في البحر لأنه باختي صار بسيط الشعب الجزايري في عمومه في ذكاءه الجماعي والجماعي يعرف اللي ما يشريش البحر ما يشريش الحوت في البحر ويعرف باش يشري الحوت بازم يشريها قدام عينيه وإن كان الناس مش قادر تصل للسردي أحد الآفاظ اللي خبرني قال لي السردي راح مئة وثلاثين ألف مئة وثلاثين ألف قال لي لدرجة أن بعض الناس يجيوا وقلوا أعطينا قيمة حشرين ألف يعني يعطي له ثلاث سردينات ولا أربع سردينات لأن الناس ما عندهاش قدرة شرائية اللهم إلا أصحاب الشكارة والنهب طبعا انت تسمع لما تسمع تليفزيوناتهم الثامنة أعطي الجزائر تقول لي هذي راح خمس سويسرادي وإنت الحك سويسرادي يا سويسرادي يا سويسرادي